السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اليوم نكمل في موضوعنا شبتر 16. اخر شغلة وقفنا عندها تكلمنا عن اللي هو الكمبو بوكس وتكلمنا عن كلاسز اليوم نكمل في اللي هو كلاسز مختلفة شوية بتتعامل مع الميديا لما تكلم عن الميديا انا بتكلم شكل اساسي عن اللي هو الفيديو والاوديو له الصوت او او اللي هي الصوت اصلا مع بعض. فعنديانك هي 3 كلاسز مع عرفات في الجافا في عندي اللي هو ال ميديا كلاس. طبعا ال ميديا كلاس كلاس بمكنني بحصل على اللي هو السورس تبع الميديا. في عندي ايضا ميديا بلاير. الميديا بلاير يمكننا ان آعمال عمية اللي هو الكنتول على الميديا بناحتة تشغيل توقيف وما شبه ذلك. في عندي اللي هو ال میديا تف spirituality بالنسبه للجافا بتعظف اللي هو اربع انواع او حاليا معرف من خلال اربع انواع من خلال ال اوديو لوحده وهي ال ام بي 3 و الاي اي اف اف والواف والامبيجي فور طبعا هذو الاربع انواع لل اوديو معرفات وبالنسبة للفيديو معرفة الوثنوع اتين اف ال في والامبيجي فور اذا هيا الانواع اللي الجاب بستطيع التعامل معهم في الوقت الحاضر لو طلعنا على اللي هو الاولاني اللي هو ميديا كلاس هنلاحظ في عندنا في عندنا خصائص اه عامة بتكون. في عندنا هنا طبعا بالسكند. وهذه طبعا ضيد فاحنا ممكن فقط نقاءها اساسنا تدينا اللي هو الوقت اللي هو يتبع الصورس ميديا بالسكند في عنده اللي هو الودث في عنده الهايت طبعا الودث بمثل هو عرض الصورة اللي بديتين عرض طبعا الارتفات على الصورة طبعا هذا بالبيكسل لانا بده اعرض فيديو بدي يكون فيه معي الصورة مع الصوت متحركاتين وفيه عندي هنا الميديا ككونستركتور ممكن ياخد له السورس كاستينج السورس يعرف عزاس انه يعتبر يعني من خلال الامتعنت احنا ممكن نحصل اللي هو الميديا اللي انا بديها. هذا بالنسبة له هو الميديا كلاس الاول يعني. اما الميديا بلاير كلاس فبمكن ان اشغل اوامل كونتور على الميديا من خلال بعض البوبارتيز الموجودة عنا في داخل كلاس زي الاوتو بلاي الكارنت كاونت السايكل كاونت الميوت الفوليوم والتوتال ديوذيش طبعا الاوتو بلاي هنا بتخلي الميديا بتشتغل بشكل تلقائي اذا انا وضعت القيمتها تعتبر الترو لانه هاد القيمة تعتبر عندي بوليان بوبارتي فلو كانت او اذا الميديا حتشتر بمباشرة بشكل تلقائي في عندي اللي هو الكارنت كاونت الكارنت كاونت بعدل اللي هو اه العدد السايكلز اللي احنا مرينا من خلالها على الميديا من الاول الاخر يعني كم مرة بالنسبة للسايكل كاونت هو كم سايكل بالمجمل انا عايز اللي هو اه تشتغل الميديا اللي امامي يعني كم مرة عايز تتكرر طبعا الميوت تعتبر بوليان بوبارتي ايضا الهل اننا يعني اوقف الصوت او ان انا اشغله طبعا اذا كان الترو بمعنى اوقفت الصوت بسبب الفوليوم اه بتغني التحكم في موضوع اللي هو الصوت عبارة عن اللي هو اه الوقت اللي الميديا بتاخده من البداية للنهاية في عندي هنا مجموعة اللي هو الميثودز الاولى تعتبر كونستركتو للكلاس بتاخد زي ما احنا شايفين ميديا من الكلاس الاولان هتكون ماخدة اللي هي من ضمنها السورس تاعة الميديا تاعتي في عندي بلهي وفي عندي بوس وفي عندي سيك طبعا بلايه كلنا بنعرف انها بتعمل عمية تشغيل البوس بتعمل عمية توقيف مواقع السيك بتخلينا عمية اللي هو ان انا اتقدم في الميديا ان انا احدد البوزيشن اللي انا عايز اشتغل من خلاله في الوقت طبعا اما بالنسبة الميديا شغاله الميديا فيوكلاز فهو بيزودني بالفيو او بالصورة للميديا اللي بتكون شغاله من خلال اللي هو الميديا وبلايا فيه لها بعض اللي هو الخصائص زي الاكس والواي فهاي اote وتحدد الى هو القرنة ايكس كوردنيات اه للميديا فيو ايضا بتحدد الى القرن الاي كوردنيات لا ميديا فيو. بالنسبة للميديا بلايا بتحديد ему VMια بلايا شغالو من خلال الميديا فيو. ااو حاليا. اه. طبعا اي. حاليا. طبعا 이게 فت وفت هايت بتعطين اللي هو أو بتحدد اللي هو الويدث والهايت اللي احنا عايزين الميديا تكون شغالة وبقدر امكان تكون متناسبة مع الويدث والهايت اللي احنا ممكن تكون خصصة هنا. في عنا الميديا فيو عبارة عن كونستاكتو. في عنا كونستاكتو تاني لكن كونستاكتو التاني طبعا. وبياخد كارجومنت اللي احنا عايزين نعرض الصورة بتاعتها. في عنا هنا مثال مثال زي ما احنا شايفين بسيط عايزين نعمل زي ميديا بلاير. هدا بياخد طبعا فيديو معين. الفيديو هدا هناخده من الانترنت. بعد ذلك ممكن احنا نشغله او نوقفه او نعمله خليب ده من الاول وجديد. زي ما احنا شايفين البلاير طبعا بسيط. في عنا اللي هو البار هذا اللي تحت شايفينه. في عنا هذا الزر. طبعا هذا الزر تابعه هيكون زر التشغيل في نفس الوقت اللي هو زر البوس اللي هو التوقيف المؤقت. هذا الزر هيكون عبارة عن هذه طبعا الفوليوم مع البار الموجود عنده بحيث ان نزود الصوت او ان نقله. بالنسبة للزر تابع اللي هو اه التشغيل هنا زي ما احنا شايفين الصورة بتاعته بالشكل هذا. طبعا لما احنا انواقف هو المفوض يرجع للصورة الاصلية اللي هي تاعت التشغيل زي ما احنا نشوف الآن ممكن من خلال عملية التشغيل زي ما احنا شايفين طبعا انا انتظرت شوية عساس موضوع اللي هو نت عبر ما يتحمل اللي هو الملف من النيت. الآن هاي الميديا بلاير عندي انا اشتغل زي ما احنا شايفين هنا العلامة الموجودة عندي هنا تمثل انه الزر هذا الآن يعني جاهز انه يشغل الميديا نفسها وهي طبعا موضوع الريويند بتخلي آآ الريويند بتخلي اللي هو الميديا تبدأ من الاول دائما وطبعا هنا الفوليوم آآ الفوليوم بخلينا حدد اللي هو اللي هو اللي هو تاع الصوت الموجودين دي. هنلاحظ انه الزر هذا تبع اللي هو التشغيل لما انا ابدأ اشغل هيتغير شكله لانه هيعطيني شكل انه الآن شغال وممكن اننا نعمل عملية يعني الزر نفسه فيه اكثر من مهمة الان هنشغل زي ما احنا شايفين هو الصوت تغير اعجب انكم سمعين الصوت الان طبعا انا وطرت الصوت على الاخر هيك هيك انا بقيت اعلي كمان الا ان نوصل لالاخر طبعا ممكن احنا نوقف توقيف مؤقت زي ما شايفين الاشارات غيرت وهنا مرة تانية شغلنا طيب الريويند هاي زي ما ذاكاته بيخليني بعمر عميت زي نو سيكن من الصفر يعني نبدأ من اول وجديد يعني كأنه احنا الآن بدأ الفيديو من اول وجديد مرة تانية اذا هذا المطلوب انه نعمله في البرنامج اللي حنشوفه كمان شوية زي ما احنا شايفين هذا هو البرنامج اللي هو وفي البداية عرفت اللي هو string اللي هو عبارة عن العنوان اللي عايز اخد منه اللي هو الفيديو عايزين نشغله بعد ذلك ومن خلال Piece of и صوت انا اوجدت اللي هو وعطيت اللي هو العنوان اللي هو bowler الادرس الذي ذكرناه بعد مين انا اجدت الم 50 لير و اعطيته اللي هي الميديا اوبجيكت بعد ذلك اوجدت الميديا فيو ومن خلال الميديا فيو طبعا ما رأتلها اللي هو الميديا بلاير اللي انا عايز اشغله هيك تقريبا ما اللي هو التلاتة دول تقريبا ميديا اصبحت هندي جاهزة لكن انا بدي الان اللي هو اجهز الشكل العام اللي شفناه فانا اوجدت هنا البوتون عبارة عن بلاير بوتون زي ما احنا شايفين مع الاشارة هادي بعد ذلك عملت له اكشن طبعا الاكشن باستخدام اللي هو اللامضة اكشبشن انا جملت فيه الان فحصت الصورة الصورة اللي عليه او التكست خلينا نقول هنا اللي هي الرمز الموجود على البوتون اذا كان بيساوي الرمز هذا فمعناته انا الان يعتبر بنسبة الفيديو يعني مش شغال زي ما طبعا شفنا فانا ايش بدي اعمل بدأ مع عملية التشغيل طبعا هنا استدعيت الوبجيكت تاعة الميديا بلاير في الحالة هادي قلت له بلاي اول بلاي بوتون في الحالة هادي غيرت صوت التكست اللي عليه بحيث انها تشبه الاشارة الموجودة عندنا هنا طبعا اذا ما كانتش اللي هو البوتون التكست الموجود عندنا هي الاشارة هاي فهو هيكون الاشارة التانية ففي هذا هيكون الميديا شغالة. فانا ممكن انه اقول له طبعا اذا عملت انا كليك المفروض انه بنتطلب عملية اللي هي البوز او عملية توقيف المؤقت. وفي الحالة بدي اغير بعض الصورة او التكست الموجود عندي على البرامز اللي احنا شايفينه هان. اذا انا هيك انا عملته اللي هو البوتون بحيث انه او البلاي بوتون بحيث انه يشتغل شغلته انه يوقف توقيف مؤقت او انه يشغل البلاي الميديا عندي. في هنا البوتون التاني اللي قلت عنه بعمل عمية اللي هو الريويند في الاشارة هذة زي ما احنا شفناها كل ما في الامر انا عملته له انا سيك بحيث يروح لازي. احنا قلنا السيك مثود اه بتخلينا انا انتقل في الزمن للفترة الزمنية اللي انا بديها فاحنا حطنا لو ديوريشن ضد زيرو يعني انا عايز انتقل للبداية اللي هو الزيرو الى البلاير ففي الحالة لو انا ضغط على اللي هو الريويند بوتون فحيرجعني اه على بداية اللي هو الميديا في حالة التشغيل. بعد ذلك انا اوجدت اللي هو الفوليوم سلايدر اللي هو اللي كان باديني مؤشر الصوت وحددت له بعض الصفات اللي هي الويدث تعته وكيف انه يتعامل معها. بعد ذلك حددت اللي هو الفاليو تعت الصوت بحيث هنا تكون عند الوسط يعني تكون متناسبة وهنا ربط اللي هي الفوليوم البوبارتي مع السلايدر بحيث لما انه يتغير اللي هو البوزيشن بتاع اللي هو السلايدر اه تم تغيير الصوت. بعد ذلك اللي هو انشعنا اللي هو زنت البوكس ومنها اللايمنت الو بعد ذلك اضافنا الو لتشيلدن هما المجموعة اللي احنا شفناها تحت في البرنامج اللي هي بلاي بوتون وذي وين بوتون بالاضافة للليبل اللي هي كلمة في البرنامج اللي هو الوفينتر اللي هو السلايدر اللي صنعه هينها وأسا السلاديرو وبعد ذلك انشأنا اللي هو البردر بين ووضعنا 부�ة بالبين Programs هذه في البردر بين وهذا طبعا انه ت怪ه في البردر whitebly نافية الاسبل ووضعت في البردر من الفيديو نافسه اللي بدنا نظهره ووضعت في البوتون اللي هو الوزانة البوكس اللي وضعنا فيه اللي هي تعاتى الكنترول الموجودة اللي في ذلك احنا نكون انشأنا اللي هو الميديا بلاير تبعنا. بعد ذلك وضعنا البيين الكل في داخل اللي هو السين وعرضناه من خلال اللي هو البيماري استيج. وبهيك احنا منكون اه انجزنا اللي هو البعنامج المطلوب تالي هو الميديا بلاير اللي هو حيش اغل ميديا اه من خلال هو اه الحصول عليها من الامتالت. هيك تقريبا احنا منكون خلصنا اللي هو شابتر اه 16. في باقي عندي اللي هو كيس سطادي. طبعا الكيس سطادي هذا اه هنحاول امود عليه بسرعة لكن يعتبر سهل ما فيش فيه شغله. هو فقط اه جمع اللي هو الكمبو. يعني احنا اضاف الكمبو لموضوع البلاير بحيث انه هنا زي ما احنا شايفين احنا عملنا قبل هيك. نشوفنا كيف ممكن اعمال الكمبو بحيث احنا نعرض اللي هو اعلام بجموع من الدول بناء على اه اختيار اللي هو العالم نفسه او اسم البلد نفسها. هنا اضافنا انه اه انه السلام الوطني تبع كل بلد اه برضو اه حيشتغل مع اللي هو اختيارنا لا العالم او اختيارنا لا البلد. فحنشوف كيف اه اه مثال عليه. اه زي ما ذكعت اللي هو تشغيل البرنامج هذا ايه اشتغل. طبعا هو بياخد وقت شوية زي ما في البداية انه بحمل من النت اللي هو بعض اللي اللي هي اه اللي هي الصور مع بالاضافة للميديا بلاي والبالنجاعة. اه انا اه انا طبعا وقفته هنا. ارغيت ممكن يشتغل معده تانية. هذا الكمبو زي ما احنا شايفين اه لو غيرنا مثلا النارويج مثلا. فبشغل اللي هو السلام الوطني طبعا. فهذا المطلوب في الكيس السطادي. اعتقد الامور يعني سهلة وكلها تطبيقات دي ماضينا عليها في الانثلة السابقة. فالبرنامج اشتبه بالشكل زي ما احنا شايفين في البداية احنا حددنا عدد اللي هي النيشنز او عدد اللي هو البلاد سبعة الموجودة عندي. هنا حددت اللي هو اللي هو المكان اللي اللي حاخد منه اللي هي الميديا. هنا عظفت اللي هو اولا اللي سهيحمل اللي هو الصور للاعلام تاعت البلاد نفسها والتاني هيحمل اللي هو السلام الوطني او elements اللي احنا عايزينها. هنا عملية تحميل اللي هو الصور الذي هو النشيد الوطني تبعها كل بلد او الميدئة اللي احنا عايزين اللي هو نشغلها. بعد عملنا اللي هو البوتن اللي هو play and boss زي ما احنا شايفين مع الاشعارات اللي حطناها قبليك ونفس الفكرة انا فحصت الاشعارة بناءا عليها حددت انه يشتغل او ما يشتغلش بس هنا اضفنا موضوع الاندكس انه حيشتغل لأي بلد موجودة طبعا بناءا على اختيار وهنا عملنا اللي هي الكمبو بوكس وهي واضفنا له طبعا زي ما ذكرنا لازم يضاف له اللي هو الابزيفة بالليست اللي هي عبارة عن string فيها اسماء البلاد طبعا الخطوات هذي كلها شفناها قبل هيك فان شاء الله بتكونوا طبعا تمضوا عليها وتشوفوها وهيك بنكون احنا انهينا اللي هو شابتر 16 فيضة الجزئية بسيطة حنمر عليها الان يعني كعنوان موجودة في الابيندكس اعتقد انه لازم يكون عندكم فيها معلومات وبيك احنا بنكون فيها بيكون انهينا المنهج تبعنا نتكلم الآن عن الانوميريتد تايبس او الانوميريتد داتو تايبس طبعا انوميريتد داتو تايبس الى اهميتها بنها تسهل عملية البرامجة مثلا احنا استخدمنا جابليك برامج فيها مثلا ايام الاسبوع او الاشهر احنا بنضطر ان نراقمها بالاعرقام ونتعامل معها لان نتكلم عن الانوميريتد تايب تمكنني ان اعرف داتا تايب جديدة هاد الانوميريتد تايب ممكن نحط فيها بعض الايدنتفايز وهذا الايدنتفايز بصير عندي هي عبارة عن الفاليوز للداتا تايب الموجودة عندي عشان نفهم الموضوع حد اكتر خلينا نشوف كيف احنا ممكن نتعامل معها اذا الانوميريتد تايب ديفينز الاس فانوميريتد فاليوز ايج فاليو از ايدنتفايز ايج مثلا ها انا عرفت هنا اه ماي فاوريت كالر بس طبعا بس يخدام الانوم انوم تعتبر كيوورد ماي فاوريت كالر فتحنا جوس في هنا كلمة ريد في هنا فاصلة بلو جرين يالو زي ما احنا شايفين اذا اصبع عندي الان في تايب جديد او في داتا تايب جديد هادا تايب اسمه ماي فاوريت كالر اه قيم الفاليوز تاعته تاعت الداتا هي عبارة عن ريد بلو جرين يالو بالنسبة للقيم هادي طبعا اللي ها زي اندكس متعرف او متعامل في من خلال او متعامل فيها من خلاله الريد حتكون اندكس تابعتها صفر لبلو واحد لجرين اتنين ليالو تلال طبعا ممكن انت اتكمل فالان ممكن ان في خلال البرنامج تابعي اعرف مثلا الان كالر كالر يعتبر عندي الان متغير هادا متغير ايش نوعيته اللي ها ماي فاوريت كالر طبعا في هذه الحالة المتغير الكالر ممكن يحتوي على اي قيمة من القيم هادي اللي هي ريد بلو جرين يالو او ممكن يحتوي على اللي هو النل فاليو الان بالنسبة للجافا بتعامل مع النوميتر تاعتبها السيف تاعتب ايش بنقصد موضوع السيف تاعتب انه لو احنا دخلنا قيم تانية غير القيم المفوض يتعامل معها فحيعطيني في الحالة هادي اللي هو كومبيليشن ايرو طيب الان كيف ممكن احنا نعمل اكسيس لا اللي هو الفاليوز الموجودة عندي في الانوميتر تايب عادة ممكن اكتب اللي هو الانوميتر تايب نيم ضد فاليو يعني مثلا انتو احنا قلنا في عنا كالر الكالر ايش بدها تساوي بتصير ماي فاوريت كالر ضد بلو فاصبحت الان قيمة الكالر عندي تعتبر عندي بلو فممكن برضو مع الانيشولايزيشن نستخدمها انه انا بعرف ال ماي فافوريت كالر عرفت كالر عبارة عن فاريبل بعدين اعطيت لكم يعني هنا عبارة عن ديكليريشن مع انيشولايزيشن المتغير كالر الموجود عندي بالنسبة لانوميتر تايب تعتبر او نتعامل معها كسبشال كلاس يعني هي ممكن في الاخينة عبارة عن كلاس او نوع خاص من الكلاس لذلك كل المتغيرات اللي احنا منعرفها من خلال انوميتر تايب تعتبر ريفرانس فاريبل احنا قلنا الريفرانس فاريبل تعرف مع الكلاس عادة والفاريبل العادي تتعرف مع اللي هي البريميتف داتا تايب الانوميتف تايب يعتبر سب تايب من الابجيكت كلاس ايضا يعتبر سب تايب اللي هو الكمبيرابل انتوفيس معناتو انه ممكن كل اللي هي الميثود الانهريتد من الابجيكت او تعتبر كما تابع الابجيكت ممكن انه ينتوفيس توقع كماràبل ممكن انا استخدمها من خلال اللى هو الانومييتيerschين فممكن حده نستخدم طبعا اللي هي زي الكومبيرابل وميثود اللي موجوده او معرفةoc interventions انترفيس. في عنا تو بابليك فانكشن بعضه معرفات من ضمن اللي هو اللي هي سترينج نيم بيطرجع لي في هذي تعتبر بيطرجع لي هالاسم او مش القيمة اللي هي خلينا نقول الاسم سايت متى وشفنا الالقاء الكلارز الالوان مثلا بيطرجع لي اللون. يعني لما انا استدعي الميثود نيم بيطرجع لي اللي هي الكلار نفسه. وفي عنا لي الميثود التانية الوردينال. الوردينال بترجع لقيمة انتجار اللي هي بنسميها لي ترتيبه. زي ما اتبا قلت احنا متعرف من ضمن القيم هذي. هذي القيمة سفر هذي قيمة واحد اتنين تلاتة. فالقيمة العددية اللي بترجع عندي بنسميه احنا الوردينال او الترتيب تبعها. فهي طبعا ممكن احنا ناخدها من خلال هو الميثود اللي هي اوردينال الموجودة عندنا. هاي مثال ممكن اوضح انا كيف ممكن استخدم اللي هو الانوماتي داتا تايب. هاي مثلا عرفنا استاتيك انم دي. هاي عرفتنا اللي هو داتا تايب بجديد اسمها دي. اه ايش القيمة بتاعتها بتاخد? صن دي من دي تيوز دي طبعا وننزلها عنده اللي هو سطا دي. اه بعد ذلك هذي اصبحت عندي داتا تايب ممكن انا اعرف منها متغيرات. فهين في خلال البنزمج تبعي. انا عرفت متغير الاول دي وان ما ننساش بعضه هو يعتبر في الحالة دي وان يعتبر وعطيته قيمة اللي هو ايش فرايدي من البداية. ودي اتنين بعضه وعطيته قيمة اللي هو اه ثيرزدي. ممكن الان استخدم طبعا دي وان ودي اتنين بالشكل. هذا ممكن استدعي طبعا اه لو قلتنا اه دي وان ضد نيم. معناته انا بطلب اللي هو الاسم. طبع اللي هو دي وان طبعا دي وان عندي انا تعطيبها فرايدي فحتعمل لي عمية ثلاثين للفرايدي. طبعا مسبله التاني اللي هو هتطلع لي ارجع لي ثيرزدي. لكن مسبله الاوردينال. الاوردينال هتكون هتطلع لي اللي هو الترتيب تبع وين هو موجود. فمثلا عندنا احنا الفرايدي يعتبر هاي سفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فمفوط رجع لي خمسة. والثيرزدي مفوط رجع لي انا اربعة. ممكن طبعا احنا اه عمية اللي هو دي وان طبعا دي وان ممكن استدعي من خلالها قولنا ايكوالز وكمبير تو زي اللي نقولنا من خلال اللي هو الكمبيرابل انترفيس. فقلت له دي وان ضد ايكوال دي اتنين. يعني الان بالدعم العمية طبعا مقارنة هنا هاي الاستداعتها هاي طبعا استرينج تعتبر. الوفوط رجع لي القيمة بناء على اللي هو القيمة تعدتهم. يعني القيمة تعدتهم في الاردنة او قيم الاردنة النفسه مش الاحرف هنا. يعني لانه بتش هيتعمل معه حين كسترينج وانما هيتعمل معه حين كقيم عددية هاي صفر واحد اتنين تلاتة اربعة. فطبعا دي وان في الحالة هاي دي وان اللي هو قيمته عندي انا فرايدي قيمته لتعاده خمسة. هيعتبر اكبر المفروض من اللي هو دي دي اتنين فحتراجع لي في الحالة هادي اللي هو دي وان. عفوا دي وان ايقوال صبعا دي اتنين طبعا هنا دي وان ايقوال دي اتنين طبعا مش صحيح لانه الرقمين حيكون مختلفين. طيب دي وان تو سترينج طبعا هاتراجع لي اللي هو القيمة اللي هو القيمة نفسه تعدت اللي هو دي وان. لو قول دي وان كومبير تو دي اتنين. بالدقائن الاول هذا دي وان يعتبر اكبر من دي اتنين فنفروض تكون عند القيمة بوزيتف في الحالة هادي. فحيعمل لانه هيك تستخدم كومبير تو ميثود. اذا هذا الاوتبوت لو شفناه احنا طلعنا عليه. هنلاقي زي ما ذكرنا في الاول اه بعدين 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 الخمسة واربعة بعدين دي وان طبعا نط ايكوال دي اتنين فحطت جعله فولس. بعدين تو سترنج حطت جعله قيمة لسترنج نفسه. يعني هيا بتجدوله شبيهة في موضوع اللي هو النام. بعدين دي وان كومبير تو اللي هو دي اتنين طبعا دي اتنين الان دي وان يعتبر اكبر من اللي هو دي اتنين. هاي الطريقة التانية لعمل الكلاس. لكن في شغلة بدي اذكرها قبل في البرنامج هنا. بالنسبة لوجود الاستاتيك هنا. الانم لما تتعرف تتعرف تلقائيا تعتبر استاتيك. وعادة لا تعرف داخل الميثودز. تعرف كفيلدز في داخل الكلاس. يعني ممكن احنا عرفها كفيلد في داخل الكلاس وها تعتبر استاتيك. فوجود الاستاتيك هنا لو اضفتها او لو ما اضفت لو شلنا الاستاتيك برضو التعريف عندي صحيح. هنا ممكن احنا نعمل لنفس البنامج بالطريقة هذه. الان اه التعريف اللي احنا شفناه قبل شوية هذا. انا قلت انه الانم تعتبر حالة خاصة من الكلاس. لذلك طريقة التعريف هذا كأنه هو عبارة عن انر كلاس. احنا فاكنا اخذنا الانر كلاس تعرفنا عليها من خلال شبطة اللي هو خمسة عشر. فعندي الانم دي في الحالة هذه ما انها كلاس معرفة داخل الكلاس. فهي تعتبر عندي في الحالة هذه في التعريف هذا يعتبر انار كلاس. بس انا ممكن اعرفها كلاس منفصل بالشكل او هنا خارج الكلاس نفسه. شايفيني هنا عبارة عن اه شغلة منفصلة عن الكلاس الموجودة عندي. نفس البرنامج مش هتفرك شيء. فهيتعمل معها كلاس لكن في الحالة هذه مش هيكون انار اكلاس. اذا هنا وين ان انو مريتي الطيب is declared inside the class the type must be declared as a member of the class and cannot be declared inside a method. وهذا كلام احنا ذكرته قبل شوية. يعني احنا ممكن من عرفه او من عرفه داخل الكلاس نفسه بس مش داخل الميثود. اه لانه ممكن في الحالة اترك انار كلاس. احنا منعرف انه داخل الميثود مش هنعرف كلاسز. ايضا موضوع الاستاتيك. قلنا الاستاتيك تعتبر اضافيها في حين احنا ممكن اه اللي هو اه انشيلها. اتشار التالتة في حالة ما اني عرفته زي التعريف الاولاني اللي هو البرنامج هذا. هذا اعتبرنا كانر كلاس. ممكن استخدم اللي هو معها عادي زي ما ذكرنا من خلال اللي هو الانر كلاس. طبعا ممكن نستخدم انا برضو اللي هو مع الاف والسويتش فمثلا ممكن اقول له هنا اف دي زي ما احنا شايفين هنا ضد ايكوال دي ضد من دي ما احنا عارفين هنا ايكوال حدديني طبعا او فورس عفوا ايكوال ايكوال يساوي يعني او فورس هل يساوي ولا يساوي. فهذا حقق الشرط ممكن يكون زي هيك او اف دي ايكوال مثلا اي تيوز دي هنا من دي فممكن نستخدمه من خلال ايضا ممكن نستخدمه مع الاسويتش بالطريقة هذه لو كان في حيندي متغير اسمه دي زي المتغير هنا دي سويتش دي في حالة انه كان قيمة دي من دي ممكن اعمل بروسيس للجزئية هذه كيس تيوز دي ممكن اعمل بروسيس للجزئية هذه عندي في البنامج فممكن يستخدم ما هو الاف والسويتش استيتمت. ايضا ممكن نحن نستخدم اللي هو بسخدام اللي هو بس قال ما نشوف المثال البسيط الموجود عنا هنا في نقطة بدنا نعرفها انه من خلال في عنا اسمها بتعطيني عادة او بتعمل لكل اللي هو الموجودة فاحنا مثلا لونا عرفت الان عندي اللي هو عبارة عن عري اف طايب دي عساس احنا عرفنا اسمها دي. فلو قلت له انا الام دي ضد فاليوز فكل القيم الموجودة في الدي هتكون موجودة في من خلال هو الاري ديز بعد ذلك انا ممكن اعمل بروسيس للاري هذا اه بطريقة اللي هي الفورستاتمنت او الفوريتش اه لوب اللي احنا ضغصناه بالشكل لهذا فاحنا ممكن لنا مثلا خلال الفورستاتمنت نطبع كل القيم زي ما احنا شايفين احنا طبعتي هي القيم الموجودة عندي في داخل اللي هو الاري ديز نفس الفكرة لو استخدمنا اللي هو الفوريتش لوب اللي استخدمناه لحد الان احنا ممكن نقول عنه هو عبارة عن اللي هو سيمبل بس ممكن احنا يعني يكون الامر اه في امور اكثر من موضوع اللي هو السيمبل فقط فممكن احنا انعرف لو انوميراتي تايبس ما حتكون داتا فيه لو كونستاكتورو مثل لان احنا نذكر ان اصلا انوميراتي تايبس تعتبر حالة خاصة من اللي كلاس فمثلا ممكن انا اعرف هنا بابليك انعم زي ما احنا شايفين هنا نفس اللي هي الكيوار اللي استخدمناها اترافك لايتز فزي اه طريقة التعريف اللي ذكرناها في موضوع اللي هو اللي هو الانوميراتي تايب هنا عرفت اللي هو الريد بعدين وضعت محام زي من الديسكريبشن احنا شوف فائدته الام هنا برضو عندي جرين ايضا مع اللي هو دسكريبشن وي 가족 مع اللي هو الدسكريبشن لكل اه اللي هو ابحاد او كل موجود هنا واحد لحظ احنا في داخل اللي هو الداتا تايب عرفنا اللي هو ابرايفيت عبارة عن عبارة عن اللي هو بعد ذلك عرفنا الكونستركتور. الكونستركتور فقط بيعطي قيمة عبارة عن بتجيله من خلال اللي هو الكونستركتور كارغومنت. وفي عنا عرفنا تانية بتعملها عملية للدسكريبشن. اذا هيك احنا بنكون عرفنا اللي هو مع داتا فيلد وكونستركتور بس في نقطة بدنا نتبعي لها انه هنا الموجودة عندي لازم تعرف في البداية. يعني قبل ما نعرف احنا اي فيل قبل ما نعرف اي ميثود لابد ان انا اعرف اول شي عندي موجود اللي هو اللي هي الموجودة عندي زي الريد والجرين واليالو. الان كيف بصير عملية الاستخدام? عندما يتم استخدام اللي هو الانوميت الدياتا تايب بتم استدعاء الكونستركتور من خلال الكونستركتور مع استخدام اي قيمة بيتم اللي هو بعث القيمة هذه اللي هي موجودة بين double quotation على اللي هو السترنج الموجودة عندي هنا فكأنه قيمة السترنج الموجودة هنا هنا تتخزن في اللي هو في الـ description اللي هو الـ object اللي احنا نكون نتعامل معه اذا انا اساسا نأكد مرة تانية اللي هو اللي قلنا انه اول شيء بيتعرف في خلال اللي هو الـ class الموجودة عندي هي عبارة عن value زي ما احنا شايفين بشكل هذا طب الان الكونستركتور ماتا بيستدعى الكونستركتور بيستدعى عندما لمن انا استخدم من خلال البرنامج اي قيمة من القيمة الموجودة عندي هنا لها كانت الـ red او الـ green او الـ yellow وفي نفس الوقت بيتم تمريري الـ argument اللي هي عبارة عن الـ string في الحالة هذه للكونستركتور كيف ممكن الامر هذا خلينا نشوفه من خلال البرنامج بسيط عساس نفهم الامر بضوح اكثر هاي عندي انا برنامج بيعمل test لـ traffic light زي ما احنا شايفين انا عرفت هنا اللي هو light عبارة عن object او reference variable من traffic light هنا انا اعطيت assignment للـ light اللي هي قيمة اللي هو الـ red بقدم انا استخدمت اللي هو قيمة الرد الام مباشرة اللي هو الـ argument تاعت الرد اللي هي لو شفناها هتكون please stop هتمرض لـ constructo اللي حيستدعم في الحالة هذه بناءا عليه الان اللايت لو انا حبيت ان انا اقول له get اللي هو description من خلال الميثود هذي حيطبع لي اللي هي الـ argument اللي احنا مرضناها اذا هاي طبيعة اللي هو كيف عملية اللي احنا ممكن نستخدم اللي هو الـ animated data type مع field وconstructo وميثود للمرة الاخيرة بعيد انه لازم تكون عندنا values تعرف في البداية ايضا بتم استدعاء الـ constructo لما انا اعمل access لأي من الـ red او الـ green او الـ yellow وفي نفس الوقت لما اعمل access اللي هو الـ argument الموجودة عندي اللي هي الـ argument تاعت الـ value بتمرر من خلال الـ constructo في الحالة هذه بتنعتها قاقيمة اللي هو description variable الموجود فبصير عندي الـ red في الـ description value موجودة معها الـ green الـ description value موجودة معها وليالو الى description value موجودة معها باك احنا منكون يعني انهينا المنهج المطلوب مننا في مادة برمجة 2 في النهاية باقولكم كل عام انتم بخير باتمنى لكم اللي هو اجازة سعيدة ان شاء الله يعني تشدوا حالكم عساس عامية الـ evaluation الحصير بعد العيد حيكون عنا الاسئلة في عنا مجموعات اسئلة ان شاء الله وبما بعضها طبعا ملطب للـ choice في عنا 2-false وعنا جزء منها طبعا programming حنغط المادة كلها من اول موضوع احنا اخذنا الى اللي هو الجزئية هاي اللي احنا منختم فيها الكورس تبعنا لذلك ارجو اللي هو انكم تحسنوا اللي هو الدراسة او دراسة المادة بحيث ان شاء الله تكون الاسئلة او الامتحانات بالنسبة لكم تكون سهلة وبتمنى لكم التوفيق وكل عام وانتم خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته